بذكر اسمه وقال ان ارضي الموليس على المنامين دولة لمدة طويلة لا يعد مخالفة للقانون لان القانون يمنح اجهزة الامن الحق الاعتقال والاحتفاظ بالبشر طالما متعامل في عضائي الارهاب. انت كاذب يا نظر القضاء. نظر القضاء ده يقول كلام مش موجود اصلا في القانون المصري. قد يكون جاهلا ايضا هذا النظر القضاء. في تلاتة ستة الفين وثلاثتاشر وسبعة ستة الفين وثلاثتاشر. الغت المحكمة الدستولية حق وزير الداخلية لاعتقال من مواطنين المصريين طبقا لقانون التوارئ. وتفتيش اشخاصهم على مكانهم. كل هو رقى المرض القضاء يقول دول من حقهم دي كاله. يعني وانا شايف للأسف شديد ان في حالة انا حقيقي من اعضاء حقول انسان في مصر بخاصة في عقب اصدار قانون التظاهر في اخر شهر نوفمبر الماضي. واللي تم تطبيقه بشكل فوري وعملي باعتقال النشطاء ورموز للثور الحمسة عشرين يناير زي احمد ماهر واحمد دومة وعلى عبد الفتاح ومحمد عادل وعشرات النشطاء الاخرين. يعني ما كانش محقوقهم مطلقا ان يكون مكانهم بالسجن. واعنا بنحب نذكر الحكومة دائما الحكومة الحلية لان اولا جهود هولاء النشطاء في تصدر الصفوف في تلاتين ستة. ما كانش من الممكن مطلقا ان يحصل التغييل اللي احنا شوفناه في ذلك اليوم. لان الشباب دول مخلصين لاهدافهم والمبادئهم. هم مخلصين لمبادئ واهداف صورة خمسة عشرين يناير. مقابل دولة ديمقراطية تطبيق مبادئ العيش والحرية والعادلة الاجتماعية والكرمة الانسانية. وهو ده السبب اللي بيخليهم بيخروجه مرة تعني لما يشوفوا فيه اي خوانين بتخالي فكرة الانسان بتصدر. تحديدا فيما تحديدا في قانون التظاهر معاملة النشاطاء داخل السجون في المظاهرات نفسها. وهتاخد ده اللي اسمعناها جوع. فيه اشكال انتهاجات كثيرة جدا بتاحت سبقوط الانسان. اجراءات متسارعة لمحاكمة النشاطاء مقابل محاكمات مطولة اللي تنتهي او تنتهي غالبا بالبراءة بزباط الشرطة اللي هما بيجوهن التعميم باقتل المتظاهرين. وهو افتح قامل مقرات ومعظمات حرور الانسان بشكل احنا مجيب جدا ولم يحاسب عليه احد. فدي كلها مظاهر متؤكد على حالة الارق الموجودة عند النشاطاء. وهو الخاصة طرح احنا مقبلين على استفتاء. ما كانش دي مفروض الاجواء اللي احنا نكونش فيها باستفتاء.